وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير إلى شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء ليظل الوطن باقيا وكرامته مصونة وخلال الاحتفال بتخريج دفعات الكليات العسكرية والأكاديمية أوضح الرئيس سيسي أن التاريخ ساغى مثاق الشرف في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية أود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل قرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم شعب مصر العظيم وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد ساغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلةً كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبدا ترجمة نانسي قنقر